اشتركوا في القناة 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 وده اللي بيحصل في بيوتنا انا دائمين اقول اتجميل الكلام مالوش داعي احنا نريزين واقع اعايزين اللي يسمع يفهم هو هيعمل ايه يطبق على طول بالضبط لكن احد اقولوا يا جماveis حيحلوة ولما ابني عايطة احد اقوله تعايل لو احنا عايزين ايه لأ أنا لو شايف أنه بعيد بدون سبب هتجاهل طيب أنا شايف أنه فيه سبب هو بعيط لأنه عايز الحاجة دي اكتشافه ليها أو بعيط لأنه عايز نشيله بعيط من الزحمة بعيط زهقان ونازم يشوف السبب مش كل العياط واحد فأنا ببدأ في السن ده أعود لهو سؤالك طب هو هيفهمني ولا لأ هيبدأ يفهم ويسجل حتى لو ما فهمش أنا بديت أعوده على المناقش اللي إحنا بنتحب قوي 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 بعد كده عشان نعود ولادنا أنه إحنا ممكن نتنقل سوا ببدأ من سن نسوية فيه ناس ما شاء الله ولادهم تلت سنين الطفل نفسه بيبقى فهم يعني بيتنقل معيك بيبقى حتى الطفل عنده طلوكة لغوية لأننا عودته على الهدوء فبيبدأ يستوعب مني لغة بيبدأ يستوعب مني أني أنا خلاص إنت بش هتعمل زي خلاص أنا قاسة بس أنا مش هامل إحنا اتفقنا أنا ممتازمة بالتفاق طب واحد الطفل مثلا الجن المدرسة وما بيذكرش هتقول له العواقب بتاعتك أنك أنت هتسقط صح كده؟ هتسيبه مع أولا؟ لا ما هي دي بقى أسوأ حي أنا ممتازمة أقول للطفل أنت هتسقط لأنه هو ما عندوش مكياس النجاح وسقط لسه هو ما عندوش هو أصلا يوم امتحانات الأطفال في السنية الأولى يوم عادي من قيمة المدرسة فالطفل مش موضي جدا عشان نجرب على السؤادة زمناجها الشوية الوقع الأمهات اللي أولادهم في كيجي اللي بيعملوه مني بوكرة من دا حيان سنوية عامة أيها حي لما يكون طفل بالمنطق جاي للبيت الساعة ثلاثة وقال لما يتغدى وقعد عمل معاني واجب لحد ثمانية تسعة بالليل وبعدين يجي ينام ويحتني يوم المدرسة لما هي غلط من عامل دي حاجات جاية نقضينا وقعيين من جهة تبقى حاجات جاية فعلا من المدرسة كده بيبقى جاي فعلا كتير كده وفي كتير من الاهيلي نكهو أثناء ما احنا عملنا وفي مدائس انا عملت فيهم حضايات في ده ان احنا نبدأ انه كنا عندنا شوية بيونة شوية انا عنده طفل مش منطقة دي له صفحتين ماس صفحتين عربي صفحتين انجلس صفحتين ساينس فيه ولا بتاخد ساينس ومداء ولغة تانية وقال انهو عملوه في المدائسة ده كتير على الطفل هي الفكة نفسها انا سأجيك سؤال وجاوبها لي هو انا لما اجي امتحن الطفل امتحنه كتب قديته للسنة ولا فهم قديه يعني انا كتبت مع ابني داخل الشيت زي ما اكتب عليه على البيض في البيت زي لو عملناها لعبة انا وهو في النهاية هو وصل للفهم يبقى انا بدلا ما اقول للمدائسة ان انا هحل ان انتوا عمينه ده او لو انا ملزمة بحاجات المدائسة ومش هقدر اقدر ان انا جيب لعبة مثلا للمس وابدأ اعمل مع الطفل مثلا الحاجات اللي انا عايزة عملها هقول له مثلا نحط هنا البجرة نحط هنا الاسمالة طب يلا احنا وصلنا كم تعالى نكتب اللي وصلنا له اه اه في شكل لعبة برد انا لعبت معي وزا كان وكتبنا خلصنا كل حاجة لكن لو مات عايزة ابنها يقعد قدامها محدش يخش القوضة وبابا لو دخلت بقى كاسة وهي قعدة قدامه واكتب وحل اكتب وحل حاجة ازمة جدا دي مشكلة دي مشكلة عويصة ده فيه ابفال بتفقد سقطها في امها من نوح يعني بعد كده السنين اللي بعد كده هتبقى أصعف شوية فمش هيتعود كده على الاعاد وعلى الموزاكها هو هنا تعود انه ينقل اه مش يفكر ايه التفكير ان انا لم يسمي الدياني شيت احله انا حله في المداسة فهيحله مريتين انا حفزت ولا فهمت حفزت حفزت لاني الاطفال لو احنا يككزنا شوية ليه بينقل اه يعني الام تقول له انت هارف دي كويس ايه بتتكتب ازاي انت بتتدلع انت خطك احسن من كده اه والطفل بيعمل ايه اقرأ اللي انت كاتبها مش جالة بيحصل في بيوتنا لما بيجي يقرأ بيقرأها غلط لان هو اساسا كاتبها غلط هو ما فقاش هو ما شغلش مخه هو بتعود ان هي دي زي ما الميس قالتها فانا هكتبها فمنخش بقى بدوامة الميس ما قالتش كده الميس ما قالتش كده ازاي بقى تغير النظام ده ان انا ابدأ مع الطفل ادخل لهم وكده من ضمن المسئوليات العادية بتاعتنا لو انا مش قادة يقلل مع المدرسة يبقى انا هبدأ معيك بنظام يوم يعني هقولك دلواست علي احنا هنقض هنزاكر مس هنلماست انا عندي شيد كله مسائل وعندها دلوقتي ألعاب متوفرة لكل المواد فانا هبدأ انا بلعب مع الطفل اللابة والناتج اللي هيطلع هنحطه في الوقت انا علمت ولا لأ طب انا عندي شيدتين هقول لي بصي انا عملت معك ده ايه عمل انت ده لوحدك ولو عملته هنجا نلعب اللي هيبة تاني انا وانت لو انا عملت ده اللي هتقوله اللي هتقوله اللي هتفاق هتقولك فين الوقت ده كله هي بتقعد اكتر من 4 ساعات او 5 ساعات تاملهم ويكو احنا وده اللي بيحصل جابيوتنا وبتبقى مستعجلة ومتوتية واحنا بيوح الطفلة تاني يوم مش مكمل طب ما اللي انا هعمله ده مش هاخد معي نصف ساعة اه وهنخلص على طول والطفلة هي بحاسة بالامان والثقة لان الاطفال بتبقى مش واسقة في ماماتها بتبقى خلاص شايفة ان الام بتتحول عليها وفاين امها بتتحول في الفقر دي حقيقي في فترة الدراسة دي الامهات بتيجي تقولك انا ببقى واحدة تانية بتحول ما ببقاش انا انت لو ماشي بس شاعة اه ايتي لو ماشي بس شاعة سمع صوتها ايو حقيقي اتي ماشي يا سمع صوت الامهات اللي بتصوت واللي بتزعق واللي بتحدف طب معليش انا استفدت ايه لما اطلع لابن متفوق بس عنده مشكة نفسية ايو صح متفوق بس عنده عدم ثقة بنفسه مش هاللي بيحصل ايو مش كتيب يلاقي المدايا الشاكرة تقولك الطفل زكي قوي بس مش عايزي زكي ايو طفل زكي قوي بس لو ايأكز يعني ايه لو ايأكز هو شايف ان الكم اكتير عليه طب لو انا مجبارة وده التعليم بلاش بقى في البيت كمان اجي عليه في ده يعني ايه اعمل لهم ويك وعد زك ده في ناس يعني انا شفت الموضوع ده عندي من كم يوم في المركز هو بيعمل لهم ويك بتاعه ومامتو عامل الشتات قدي كده شتات لكل مادة مش بجامل هي فعلا شتات قدي كده للمواد يعضي حلها يعضي حل عشان توصله المعلومة كويس الطفل ده في جيتون لا 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 معقولة لا معقولة المدايس والامهات بتتفرج علينا عايفة ايه بتعمل ده اه ان انا بخلص لهمورك وبعض اذكر النفس الكلام تاني يقولك قصري ده بتاع المدرسك هنا هزيني ذكر عشان يسبت هي بتبقى وجهة نظرا عنه كده عشان يسبت طب انا هزقائك سؤال هو الطفل لو عندنا لو في سنة اولى فهم بلاص ومينوس اوكي ولو وصلنا جيت 5 فهم بلاص ومينوس ايه الفايدة في الاتنين هو العاية هو كده كده هيمور بمراحل التعليم هي هي كده كده الطفل هيكمل زي ما هو انا بقى اتجاه السلبي اللي بلغي خالص ايجابيتي مع الطفل فبعايز الطفل مجيد ان هو انت تقعد مكانك وتحل الحاجة اللي ميسألتها لها اه طب احنا معنا الصور الصور دي ممكن تكلمينا عنها طيب اوكي هي هتزهر دلوقتي على الشاشة طيب يعني انت قصدك هنا ان طريقة التربية تختلف تماما بالضبط تختلف تماما او ده بتقيب بشكل الامهات حقيقي ان الطفل بيشوف الام شكلها موايب جدا بس حقيقي هم بيبقوا مستفزين برضو احيانا طيب هو مين اللي وصل الطفل لسفزز هل الطفل نفسه احيانا اه يعني كلامك واقع يعني طب قوليني مثلا احيانا انت بتبقى قايلة عن الحاجة دي ما تتعملش او الحاجة دي غلط او اول ما تجي من برا مثلا نظام هتعملي كذا وهتقلعي وهتتشطافي فتبص تلاقي هو عمل عكس ده تماما فهتقولي مرة بالراحة والتانية بالراحة بس بعد كده انا شايفة ان اللازم بقى في عقاب فانت انت بتقولي لي لا مش حينفع يعني عواقب عواقب كده ايه طب انا هتقلق سؤال هو انا محطات النظام ده شايقت الطفل فيه ولا لا اه شاركت يعني انا هو الطفل حطينا النظام سوا قولنا احنا نيجي من بايا نعمل ايه فهو اختار معاك نفس النظام اولا هو لو اختار معاك نفس النظام صعبي عندك العند اللي انت بتتكلم عليه اه لان هو يحس ان هو مستقل في الطفل معانا بقى طب الصورة دي معلش سمني اه الصورة دي مهمة قوي قوي دي ايه بقى بسي الصورة دي الام شايفة الطفل مبهدل اه هو الطفل مش مبهدل بس بصي صورته في المياه عامل ازاي احنا ميقات ولادنا لو خدنا المسال اللي انت بتقولي عليه اطبقناه على الصورة طب قولي لي كده اه هو مبهدل اه وفي المراية هو مبهدل بس هو في الحقيقة مش مبهدل بس الصورته التانية هو شعور ملموم اه هي دي وقت الام لي زي ما انا هقول لي بنتي بتقولي كينا انا اكلمتها بشوش اول مرة قلت لها اذا كتخشي تعتبي حكتك وتقلعي مش عارفة ايه فما جابش نتيجة فهي خلفة القواعد اللي انا قلتها طيب طيب انا بقى رد فعلي ان انا ما جيتش نقشتها انا استسهلت نقشتيها وقالت لك معلش نتيج المرة الجاي طيب طيب تعالي نكتب اللي احنا هنعمله ده كله مع بعض بكتبيه انت بيدك لو الطفلة ممكن تعمل ده لو صغيرة ممكن حط سوى عشان نفتكر المياه الجاي خوتي بيالك انت هتخلصي كل دوت وهتيجي مسلا تقف معي عشان نعمل انا وانت الغدا عشان انت اللي هتخطيب بقي الغدا هتعمل ولا لا انت قصدك نشاركهم كل حاجة في الحال بسي هو فايد ضمن القصة هو فايد ضمن القصة احنا بتعامل مع ولادنا خصوصا في الاوقات الدايعة عمير باشا عندي وقت ان انت مفهود تعمل اللي انا بقول عليه الطفل كل ما ده لازم يخلي في الحدود مهما كنت انا طفل ماشي مش حكاية السيطرة مهما كان فيه تفاهم بينه بين الطفل لانه كل فطة بيختب هل الحدود دي لسه موجودة ولا لا يعني هل لسه ماما وتمسكة بنفس الحاجات اللي بتقولها ولا لا زي احنا كده ما بنغلط غلطة نقول لي ولادنا احنا ما نبصش لحد ماناش دعو بالنس واجه اقول له صاحبك اشتري منك اه فتيجي بقى الاطفال مثلا احنا بنعمل دايما ندوات للاطفال بيجي يقول طب هي عاوزة ايه ما هي بتقول لي ماناش دعو بحد وهي بتقررني بحد اه بتقدي على الطفل انت تقول له ايه كده الكلام متناقب يعني وبعدين انا لازم اتفاهم ده في ازينا منت كل يوم بتيجي تحط كل حاجة مكانها وقات يوم محطتش لازم اسأل نفسي ايه اللي حصل طب هي جات يوم واحد حطت من كل الاسبوع لازم اسأل نفسي شمعنا اليوم ده فابدأ اقول لها انا ابسطة منك انت عملت دوت طب هيك انت التعميدة النهارد انت هتفكريني اديها مسئولية اه وعلق لها على الموقف ده في يثبت معي بس معلاش هالغلطه بس لا مش الغلط بتكلمها الصح او يعني او بالزبط كده يعني واسا هي ده خليت حطت الشوز بتاعها مكان اه مثلا اه عليت هدومها مكانها بس مثلا ايه جات ما هي بتغيير هدومها قاعدة هدوم التلفزيون لابسة مثلا البنطلون تشاهدت ما كملتش مثلا بقيت الشاكت بتاع البيت فانو مش لازم اعلق المشناء مش لازم اقول لها انا قلت التلفزيون ما اشتغل شان قلت شاهد شانطتك الاول اه اقول لها اه انت عملت ده لازم اعمل ولادي ان هما زي صح طب الطفل لو هو داخل ولا حاجة شدية انا مشغالة حاجة وشدت الطفل هل يبص عليها الاول بزا هيقض قدامه مش هيبص عليها لان هي شدية فانو لازم ابعايفة ده كويس ايه ما يوحش انا شغل قناة القياتون واول ما الطفل داخل شاف القياتون اللي بيحبها هيقض بهدومه هيقض بهدومه ما جيش انا بقول للطفل هو مندمك او هو عايز ندمك لا اقوم دلوقتي وانت هتغير هدومك دلوقتي طب انا لو عايزي يقوم وده بتحصل كتير في بيوتنا بتديله مهلة بقول طب بص انا عادي مثلا لحد فايف طب انا هوعيدك ان اجيبو لك بالليل على النت اه اه نفكه ده تعال نحطه يحمل لحد ما احنا نخلص ما انا عندي طيق كتير ممكن اعالج بيها الموضوع طيب لكن هي بتلجأ للأمة تقولك ما انا تناقشت وقلت له ما انا واثنين وثلاثة بهدوء فالجلده عايز مناشة مش عايز امر الجلده عايز مناشة واحنا كنا اهلنا بتنقشنا احنا اللي بقينا يتمينا سياة شوية يعني بقيت الحياة وغدينة الام ما بتشتغل اما الام وياها مسئوليات او حتى لو متشتغلش هي بتحاول تخلص كل حاجة عندها بيبي فضغط الحياة خلينا ملناش طول يتبال ضغط الحياة خلينا ملناش ده يعني انبايا كان في موقف حلو قوي لو كنت بتكلم واحدة صاحبتي على التليفون فابنها فجأة عيط فكي بيقول لها بابا زعاني وعمل بقى ايه بابا واحدة جوة فقيت له ايه بس انت معنا نتزعلش بس انا عايفة انت عادها ورات شانك كده بوزع طيب بس تحايل اكلم جوجو في التليفون وبدأت لهين فحال اقول لا فالطفل طبيعي انا لهيته فعمل ايه بدأت الواد من الصغير ثلاث سنين يعني سنين كويس بس هي ما قلت لهش معلش اما قوم لبابا هنزعق له كلام بتاعنا بقى معلش لما قوم انا واسا هقوله ده خلاص مش هنكلمه بديتوش اتجاه سلبي انا عرفته انين انت فعلا غلط صح وبالتالي كان رد الفعلي بابا انه هو زعق ايوة يبقى انا كده فهمت الطفل بتالي الطفل كان هادم معي لك انا قطول لما نقوم هنزعق بابا يوم يجيب حاجة وداب صح وعودتوا بقى على كده كمال ايشنا اللي بنعود ولادنا والولادنا دول هم الميقابة بتاعتنا انا اللي بعملها والوقت اللي انا جبتلك ازيزة منجة جبتلك كباية وصبتي من ازيزة الكباية هتصبي ايه مية مية ازاي انا مجيكي منجة منجة انت بقى منجة صح مش منطقي خالص ان انت يبقى معيك حاجة وتصبيها تطلع حاجة تاني ده أصح انا اللي بوصل ولادي لأي مرحلة انا اللي بعمل ده لما بقول عواقب الفائق بين العواقب والعقاب ان العقاب انا بعقب الطفل على فائل عمله طب العواقب الطفل بيصحح اللي عمله انا يا افضل لا طبعا العواقب ده وده اللي احنا بنشتكي منه تقولك انا بعمل الحاجة مرة واثنين وثلاثة بقولها عشر مياته بيغلط بعقبه كتير جدا وبيضه بيعملها لانه ما تعلمش من الخطر طيب المسئوليات يعني برضو في مسئوليات الطفل بيشيلها انت المفروض عليك كذا هتتعمله وعليك كذا هتعمله ولو ما عملش ده برضو بيقى فيها عواقب او طبعا بس عشان ابدأ مسئوليات لازم اول حاجة افهم سن الطفل يعني فيه امهات يبقى الطفلها انت لس سنين وهي طلع في دماغها كده ان انت هتعمل كل حاجة هتلبس نفسك وهتأكل نفسك وهتشل طبقك وهتلمي لعبك وهتعمل معنا ايه وتعمل ايه وتعمل ايه وتعمل ايه حاول اعوده بقى من هو صغير عشان احاول اعود يعني اقول ايه اذا ايضت انت طاع فأمر بالمستطارة فنبدأ بحاجات بسيطة انا ابني صغير سنتين سنة ونص سهل نعودها لحاجة كثير لانه لسه في البداية ابني خمس سنين اجي احط له لسه الطلبات ومرة واحدة انا ابدأ بحاجة حاجة ابدأ بحاجاته الخاصة مش بحاجاتي انا فابدأ اقول له ايه خلاص حنا كده جبانة بعمل كل حاجة عشان عايزة الطفل ما يبهدلش الدنيا لأ انا هدينه مساحة عشان برضو الناس ما تفايا جانينة ما تقولكش ما هو بيقعد يأكل اليوم كل لأ انا ممكن حط طايم قد بالك هنعمل ده وهنشيل مثلا الاكل وحط الاكل بديل فاكهة جنبه طب هو هيتناول الفاكهة اثنان ما يجوع مثلا هو بيعمل اي حاجة لو بنعملهم ويك انا بعمل حاجة يبقى انا كده عودت الطفل كل حاجة لها وقت تحمل مسئولية ولا لأ هياكل بعد كده بصوية ولا لأ هياكل باتزام في وقت ولا لأ مش سيباله الطبق اليوم كله قعدة بالجوعة فنبدأ من امكانيات الطفل لو الطفل ان عندي سنة ونص انا اكتافي لما يبدأ مثلا والشوز بسيطي لا وقوله يلا حط مكانه يلا لو الكوبية دي هو يد يمسيك اقوله يلا شيلها تعالى تعالى معي يلا انا هاخدها منك حطها في الحط فنبتري تعودهم احطوا معي في المطبخ كثير من هنا بيفض اولاده يخشوا المطبخ والطفل مصامم يدكل طب ملد الطفل مهمة حسب سنه يعني لو الطفل ثلاث سنين انا قد يجيبه وقفه معي اقوله بس اخد بالك هنتفق انت هتقف هنا عشان هنا فيه بوتجاز وابدأ الشحر وانا هقف هنا وانتفق اتفق انت هتستنى لحد ما اقولك وكل ما انت هتنجح بعد ان ما خلص انا حط لك هنا صح او حط لك الصعب انا كده خليطوا الطفل ايجابي ولا سلبي هو كده كده هيجي وايك المطبخ وكده كده هيشد فيك وكده كده هيتكلم معيك طب ما انا سبق ما انا فهم الطفل اللي معي فابدأ اقوله هنا طب هو عايز يدوس معي الخلاط وده بيحصل مشكلة كبيرة طب انا اقوله هنلعب لابة بس انا هحط بس اتحط ايدك فقية هيقول لي لا انا هقوله طب هنجيب مع بعض انا هحط اصبايا وانت اللي هتدوس فانا هحط اصبايا وبيدوس على اصبايا مين المتحكم ايوا انت المتحكم بس هو بالنسباله انه هو اه هو احيان كمان الممنوع مرغوب يعني انت كل حاجة منعها عنه هو عايز يكتشيرها الحاجة اللي انت مندمجة فيها مش كل حاجة الطفلة عايز يكتشف الشيء اللي بيجذب الام دي انا شايفني قاعدة على تليفوني فهو شايف التليفون دي حاجة فضيعة مش احنا بيجيب لولادنا اللعبة حلوة قوي محطش يوم بيلعب بيها صح ليه عشان هي مش جذبك يأمس هي هو مش عايز يلعب هو الطفلة هتجيب يقول لها يا بيها همشيها كده خلاص خلص انا بقى فين اللي لعبت معي يعني فيهم مهاتنا مطعفش يلعب يعني مولاها تقولك معلش انا لا انا بس هم مهاتنا مطعفش يلعب طب انه يزبط عفش يلعب يعني هو هيلعب مع مين دي حقيقة جدا هو شايفني انا عادة على التليفون انا مهتمية بالتليفون جدا طب انا مهتمية بالتليفون وتخيلها اني هكنا والطفل اللعبة دي احنا بالتليفون اللي معي لا طبعا عشان كده الاطفال كلها بتعيد على التليفون طب كلها ليس اقولك بتلجأ كلها عايزين تليفوني ده بايده في ايدي انا اللي بحط للطفل الحدود لو انا وفقت ان هيدقد التليفون لبني انفع الشنين وقل له ما تاخدوش اما ان انا هدهوله او مش هدهوله طب افترضنا ان انا جبت للطفل الحاجة خاصة بيه وبقوله دي بتاعته بابدأ فهمه فكرة الطايم ازاي اللي هو سنه صغية بابدأ اصبت الصوت على نغمة معينة مش هغراها ويبدأ كل ما يسمعها فان هو يسيبه انا كده اتجاه ايجابه ولا سلبي ايجابي طبعا اهم نقطة عشان نعمل كل ده لازم الام تبعا عندها حب لابنها بدون شرط يعني انفعش ان انا حبي ولادي عشان هما بعملون حاجات الصحة او عشان هما بيشافوني قدام الناس هتبقلين فيش امه بتحبش ابنها اقولك اه بس حبه انا حبي يا فئ يعني فيه امهات ما عنداش القدر ان تحضن ابنها تحتضنوا ودي حقيقة ودي بنشوفها كتير جدا احنا حيانا بنعمل علاقة بين الام وابنها وحيانا تفقلين انا مش بحبها مهما انت صائفات انا فقطت ابن الثقة فيه انا بتقولك انا بعمله بكل ايجابية انا باخد ايجاب كل حاجة لا هي بتعملوش بكل ايجابية هو الطفل شايف ان دي منا من الام يعني مثلا يلبس حاجة واول ما نقفه بقى هو انا شايف ابن سمع كلامي فقوله شفت انا كلامي تدع صح شفت انا قلتلك تلبس التقم ده هو حاس ان دي منا مش حاس ان انا ما بقولوش مثلا ايه الله شكلك حلو اقوي فيه انا مبسوطة باللي انت عامله لا انا اتجاهي مع الطفل وكلامي سلبي ممكن مش كلامه بس ممكن ايماءات يعني اكتر حاجة بتقصى في الاطفال لان ايماءات تفلي بص الام حيس انها بصوله بص جمدها بص فيها ان انا مش طيقق ازاي مش احنا وكتير بتسمعي جملة ابني بيتحديني هاي دي الفكرة نفسها ان احنا بنبع حلوين او مع ولادنا انا بناخد سلبي بص سلبي انتو بقى الحياة مختلفة تمام جدا والله كلام جميل جدا بس يعني احنا الامهات ان شاء الله طبقه على ارض الواقع ونشوف موضوع السواب والعقاب ده ونشوف العواقب طيب التفاق نبقى احنا هنبدل بس من نقطنا دي ان احنا مش هبقى عندنا عقاب عندنا عواقب ما نهعمل نفس الحاجة بس الفاق ان نهعمل العواقب ما انت اعقب ابنك لو ايه ما حاجة على الارض مش هتخليه لامها طبعا اكيد مش عاجبه سنة عن نيام حاجة بصلا فهو لما بدأ لامها انا بدي تعوض الطفل اني لما بتعمل حاجة بتتحمل العواقب بتاعتها لو قلقها هو دي النقطة اللي انا عايزة اوصل لو قلقها يعني اللامها خلاص هو العواقب بتاعتها ان هو هيلمها طب لو قلقها مش هلمها طيب ده يجي بالسواية الام نفسها يجي بالنقش طب دلوقتي احنا مش هلمها ازاي بص انا ممكن اتديك اخطيار اتديك جوانتي تلمي بيه ولا اتجيب لك جرفه مقشة انت هتعمل ايه لا يوامش هلمها انا اللي ماشية مع الطفل طه افطويتنا الطفل سيخفش لا انا لو انا شايفها نفسي مش قد هتحمل ده بق سوية اللي احنا شفناها اضاية الغضب افصل نفسها ان الطفل افصل نفسها ان الطفل لو صانية واحد ان شاء الله يوحوا الرحمية واجنة انا اللي افصل نفس انا انت لو فصلتش نفسك انت هتصيєف أشه خلاص ابعد عني انا اللي هلم وهنبدأ انه خشف صوية الغضب لا مش ابعد عني لا هتلمها غصبا عنك لا هضربك لا تجاه سلبي عندي مش عايزة كده خالص لأن الطفل بيبدل بصيص لك ويشوف يضي فعلي أنا لما أقوله لما ميتهاش هضيابك خلاص مش هلمها هتعمل إيه هتقومي تضيابي برضو لما هيش في الأاخر أنا للمها لا أنا ممكن أبدأ أساعد الطفل أقوله طب بقص حاجة تعال نعمل حاجة لو أنا جبت للطفل أول ما هيشوف أن أنا جبت الجريف بقوله مسيكه وأنا هعمل بالمقاش أنا هارب بعد المكلمة دي آآ آلو آلو صباح خير اتفادة الأستاذ معطاطن صباح النور زي حضرتك الحمد لله خير حضرتك أنا بعمل نظام معين مع أولادي مثلا يعني فعايز أعرف من الدكتورة يعني ده صح والله فلط يعني مثلا أطفالي مثلا عندهم عشر سنين وتمان سنين وإيه وست سنين عشر سنين وتمان سنين وقد إيه وست سنين وست سنين فبحفزهم مثلا عصلا وبديهم مثلا أقول لهم هتطلوا الأسبوع كله وعمل لهم جدول بيكتبوا فيه الوقت بوقته والصلاة وكده يعني تمام فبديهم أقول لهم في آخر الأسبوع هديكم مثلا مبلغ معين نعم لو هتحفظوا مثلا قرآن الجزء هديكم فيه مبلغ معين هل ده يبقى كويس في التربية ولا آآ يبقى نوع من اللي بتخلاقي في الطفل اللي يبقى مدي يبقى كل حاجة بفلوس حعرف ايه يعني ده يغير سلوكهم طبعا مش هيردطح والله غلط تمام هتعرف دلوقتي من أستاذة جهد طب حريك لك سؤال ثاني شكرا العفوة ليتفضل طيب هي النقطة دي مهمة جدا احنا فكينا ما بنحط ولادنا مكافئ مدي احنا كده خليناهم مديين لا خالص تعني سنقصينا احنا سؤال الكبار هو احنا بنصلي ليه علشان نخش الجن يعني فيه مقابل صح صح هي الفأي يعني فيه مقابل مدي ومقابل معنوي أولا هو بيعملو ده ممتاز جدا حلو قوي ان انا بعمل لولادي مكافئة بس لازم انوع المكافئة يعني لازم اقول لهم مثلا انه هيجي لي وقت من الاوقات واحد منه خاصة الاصغر او الاوسط فيهم هيبدأ انه يفوت صلاة فمشان فاعدلوا المبلغ لاننا اتفعت ان يصلي كل الصلاة فانا هبدأ انوعها هقول لهم خلاص احنا الوقت عندنا خمس صلوات في اليوم وعندنا مثلا نشوف خلال الاسبوع انا هصلي كم صلاة ماشي هنبدأ ساعتها اقول له طب خلاص اللي هيجيب مثلا كذا بقلل شوية العدد بتاعي هتجيله مثلا المكافئة بدلا ما هدي مثلا عشوة جنيه انا هدي هنا خمسة جنيه طب اللي جابها كلها هياخد العشوة جنيه بس انا كده مش باعوده ان كل حاجة يعني يعني فعلا منتشر جدا الموضوع ان انت تخط شرط او فلوس او مكافئة بقى كل حاجة دلوقتي يقولك هعمل كذا هتعمليني اقصاده ايه احنا اتفعنا بقى هتديني ايه لما صوهم هتدينه حاجة معنوية يعني ما اعمل الطفل لوحة الصيام وكل يوم ساعة الفطاء ياخدوا البنبوني اه ده ايه وهو دي حاجة معنوية اه مش لازم كله فلوس لا اه مش كله فلوس هو فكيته حلو هو ما اعملاش في كل حاجة هو ما اعملها في الصالة ازاي ما انا لازم احسز الطفل في ده يعني انا مش شايت يا جماعة انش انا بدي الابني مقابل هيطلع ابني مدي واناني وكل حاجة لها مقابل بلزبط كل حاجة لها مقابل بس انا اش هنعوض الطفل على حاجة جديدة وزي مثلا الصلاة احنا نصلي خمس صلوات في اليوم فانعايز اعوض الطفل على حاجة بتعمل خمس مرات في اليوم فحط له مكافأة حلو انحط له مكافأة مادية زي لو انا هعلم الطفل مثلا يعني انا عجبني جدا النظام اللي هو عامله مع التلاتة وده حاجة مهمة قوي اساوي بين الاطفال مهما كان اعمائه يعني حتى لو انا عنده طفل سنتين مجايد النياب معمر المصليين من زي لي كده صلى يبقى انا المساوي بينهم مش هيجي الكبير فيهم يقول لي تمام صليا ما عملش صح بس هي الحتة الناسة اننا لازم احط مكافأتين او تلاتة لازم اقسم العدد لان احنا قطياتنا متفاوتة طفل واحد تعالين يوم ما مسلا مثلا والتاني مثلا الكبير يقولك العشرة سنوية يقولك لا ما هو تمام صليا زي زي تديه زي فانا بدي اقول لها صغية طب ما انا كمان صغية بالنسبة لبابا صح لكن انا ما جاء اسمها هو خلاص كل واحد عرف حتى الصغية لما يبدأ يقبل هيعرف ان الكل فعل عنده او كل مكضاء لمقابل بحده يعني انا كده علمت الطفل ده يعني مثلا مش تمام حاجة قد كده واجبلك حاجة قد كده ممكن بقى هو كمان يزود عليها حاجة حلوة ممكن يقول لهم خلاص انتوا كده بتاخدوا مصرفكم وبتاخدوا مثلا مكافأ على الصلاة وبتاخدوا مثلا حاجة حلوة احنا عملنا ده فانا مش هجيبلكوا ألعاب انتوا هتبدأوا تحوشوا من فلوسكم زي ما انا بجيب حاجتي من فلوسي ومامي بجيب حاجتنا من وصف الميت انتوا كمان تعملوا ده ايوه يبقى انا دعمت عند الطفل كمان حتة الاعتمال على الزيت اه وانا وانا بقرأ عن الموضوع التربية الإيجابية لقيت برضو ان الطفل لو قسر حاجة او بوص حاجة هو بيتحملها هل الكلام ده صحيح؟ طيب هي برضو حسب الحاجة يعني في برضو اي حاجات شمانتكية هو جميل اوي لو ابني قسر حاجة ان هو يتحملها سمعنا مداخلة مدام دعاءة فضالي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرك اهلا بحضرك فضالي انا عندي بنتي عندها خمس سنين ايوه هي زكية جدا وشطرة وماشاء الله عليها يعني نشتفهم يعني لو احنا مش هوار بعدها بسلاتين تبقى فاكرة تفاصيل المكان بتفاصيل الاحداث يعني عندها ادراك بصري وسمع ماشاء الله عليها ماشاء الله بس عينرية جدا معايا معايا بس اه بجب عنوها يعني باباها ولا بيزع ولا بيضرب نهائي بس مجرد ان اقول لابا هيزع خلاص اتحاجت معايا فيها هي خلاص عشان بابا بس ما يزعالش طب هي بتعند لي يعني ايه سياف العند مفيش لأ يعني تعالي مثلا هنلبس مثلا الطقم ده تقولك لأ لا لا انا هلبس ده انا هصرح شعري بالطريقة هي روتينية جدا مش عايزة ضغير بترحة شعرها مش عايزة ضغير اسلوب اللي فتان تمام يعني هي اللي بتختار ده بس اللي هي بتختاره بسموح اه بتختاره اوقات تبصراحة انا بنفذ لها انا اوقات كتير بحب يبقى ليها رأي وبنفذ لها طيب حلو جدا بس في المقابل انا بتضايق مسلا اسئلتها ممكن يعني انا ستكون بتتكلم انا حد كبير اقولها اي ما تتدخليش في الكلام مع الكبار اجي مسلا والدتي او اي حد كبير بيتكلم معايا تقوله ما تتدخلش في الكلام هي بتقوله ما تتدخلوش في الكلام اه طبا هي بتقلدنا يعني ده حق انا هي الفكرة في كده انا بعد راجع نفسي بلاي انا نفسي قلت كده اه فانا مش عارفة اختاره جدا بنتعامل معا هي دكية جدا ما شاء الله عليها وحسفة جدا يعني لو حاست ان في مشكلة بينجو بنولدها بمجرد احساف مش زعيق ولا حاجة اه بتتت يعني تتقش ذات في نوبة نفسية كده ما تقولش وصوري ترجع وما تضعقوش ما تتكلموش انا ما بحبش كده طيب جايبتي معا المناقشة والقصص بتحب تتكلم اول تعالي اما ما تتكلم لا مش كلام مناقشة يعني ان انا نقشة في موقف اللي حصل يعني اقول لها النهاية انت اتدخلت في الكلام بيني مثلا وبين تيتا انا عارفة اني انا قلتلك ليه ما تدخليش وابدأ الشرح لها انا ليه طلبت منها ان هي ما تتدخلش ولا ما عملناش ده قبل كده عملت عملت بس مش كل الوقت بعمل كده طيب لما عملت كنت ادفع لها ايه ام اصطنتي بتدعائيلي اصطنتي بتقولي انا بحبت مترجعي الزعائيلي اصطنتي هي المظلومة وهي الزعلانة وهنا ده غلطان طيب تماما اسمعينا مادام دعاء اسمعي استاذة جهاد هتقولك الحل ماشي شكرا على اتصالك طيب هو ده نفس الجملة اللي احنا نتكلف فيها ان احنا في التابعة الايجابية فاكرين ما بنتكلم مع ولادنا احنا كده وصلنا للتابعة الايجابية وكأنها منا عليهم ان احنا اتكلمنا معاهم لا هو في فائق بين الكلام والمناشر يا الطفلة صحيفة منطقية انت طلبتي مني ما تدخلش بالكلام انا من حقي اطلب اني ما حدش يدخل في كلام احنا بقى بنتكبلش ده طب ليس لك بيجبر معايا لان انا ما فاهمتهاش انا اصلا ايه مشكلة ان ابني يتدخل في الكلام لو كان الكلام يسمح ان ناخد وجهة نصر فانا هنا فاهمته اللي مفروض يدخل فيه اللي مفروض ما يدخلش فيه انا فاهمته في موقف هي اللي عملته صح فاهمته في موقف احنا مثلا كنا بنتكلم في حاجة خاصة او بنتكلم في ده حاجات كبار فالطفلة اضياكت ان الموقف ده بس وبعدين يعني ايه حاجات كبار يعني انا مثلا دعايني تكلم منطقية ما قول الطفلة حاجات كبار لو سألك سؤاله وقالك ايه هي هتود علي تقوله ايه ما عندنا شرط احنا ما عندنا شرط صح ولا لا احنا بربيهم زي ما احنا تربينا اللي هو احنا تعودنا احنا تربينا بسهولة شوي لا لا احنا كان بيتاخد اينا اكتر من كده كان عندنا امكانيات اكتر من كده كان عندنا وقت نلعب فيه كان بيوتنا بيوت عيلة كان فيها كتير فالطفلة كان مش ميكز مع مامته بس كان عنده ابن عمه وابن خيره لا كان فيه لكن هذا البيت مقفول فقضنا على سؤالها هي اول حاجة لازم اشرح لها الفائق بالاتنين ابدأ قول لها اه انت عندك حق انا طلبت منك لتدخليش لاني دي حاجة خاصة بيا زي ما انت يكون في حاجة في المداسة انا ينفع اقول لحد حاجة في المداسة بتاعتك انا ينفع لو انت بتقولي حاجة لبابا انا هتدخل ولا لازم اقولك على جنب هو الطفل بيجي له السدوك ده انا مشوف الام بتحكي عن تصرفاته وبعدين هو عايز شركنا عايز يتكلم معنا فلو مسموح بالتدخل اقول لها طب ايه رائك البينتي ما شاء الله زكية جدا طب ايه رائك مثلا اوه ده بص ده هي قيتني مثلا ده احكي عن موقف ايجابي ولازم يكون مسأزينة الطفل هي دي مشكلتنا ان احنا بنعامل الطفل انت ما ينفعش تدخل في كلامك الكبار بس انا من حاجة اندخل في كل حاجة حتى في كلامك ما عتيت انا لازم اندخل مع خالتو انا لازم اندخل فلما يجي الطفل لو بيتكلم مع عامته لو بنتي بيتكلم معاك وجي تاني حد يتدخل فالطفلها بتبدأ تقول ايه ما تدخليش فانا بجامل الكبيرة هاي المجاملات موديانة في دهية دي مشكلة ازاي ام يوسف اتفضلي ايوه لا سمحت انا معي تلات اطفال سن عشرة وسن ستة وسن ثمان سنين تمام عشرة ستة وتمانية طول على طول يضربوا ببعض يعني يضربوا ببعض يضربوا بغضي مش عارس اتطرف معهم عضيتك بتضيابيهم او الاب لا اهو انا مفاصل لنبوهم وفأبوهم بيدربهم وانا بحاول احفز فيهم وكده وبس ابوهم هما بي انا عمل من هنا وهو يبوز من احد تاني في مشاكل قسرية هما عليشين محضيتك صح؟ اه طيب في مشاكل داخل البيت بيسمعوها بيشاركوا فيها ايوه بيسمعوا ان انا ابوهم ما بترفش عليهم ما بيروحوا يطلبوا منه حاجة ما بيجيب لهمش كده يعني طيب جابتوا ما تتناقش معاهم وتفهميهم الوضع اللي احنا فيه او دلوقتي احنا ليه كده او الوضع اللي انتو بتسمعوه دوت نقشيهم شوفوا وجهة نظايهم ايه بتكلم معاهم والله بس برضو ما فيش نتيجة برضو بيدربوا في بعض الدرب دان حتى جايب لنا اكتئاب والله درب بيدرب غبي يعني درب ودرب على اطفال الاسباب ولا اسباب مقنعة لا على اي حاجة على اي لعبة على اي حاجة على التلفزيون على اي حاجة على الكمبيوتر على اي حاجة يمسكوا في اي دام بعض يدام بعض عليه معاي الطفل الاخران اللي هو الستسنين ده لا عايز يمسك حاجة مش عايز اخوتي يلعبوا معاه طب هو حضرتك مستقلة بيهم التلاتة ولا عايش مع والدتك لا انا عايشة مع والدتك تمام يوسف اسمعينا شكرا على اقتصال طيب هي دي بايد من ضمن مشاكلنا نفس الفكة ان كل اللي بتصل فيك ان انا ما اتكلمت عملت باقي جباية هي الفكة في الضغط الطفل ده بيعيش مشاكل حطوها تحت ضغط نفسي حين شايفين ان هو بيضعب التلاتة بيضعب ببعض على اتفع الاسباب انا مسألتش نفسي ايه اللي عامل النفس ليهم يعني انا مش مستقلة فاتيتها بتتدخل موها بتتدخل ده كمان لو حد بيزورنا بيتدخل عندنا مشكلة في الانفصال فضيعة ان كل الناس بتشوف ان من حقها طيب الطفل اللي مامتوا منفصلة وده مش من حقهم وده مش من حقهم تماما تاني حاجة تقولك نشاركها يعني العيدي مش مشاكل ما احطرم احنا مش بنشارك خلينا واضحين احنا باللوم منقول للطفل ايه لان تسمى كلام مامتك اه انت لان تطلبوش بعض ماما تعبين قضى اللي ماما بتعمله انا محساب الزنب في حاجة هو ملوش زنب فيه هو ملوش زنب في قراءة انفصالي الاب والام في قراءة انفصلهم طبعا الولاد اول حاجة قبل ما هعالج الضير بس نعمل لهم علاج نفسي لازم اضبط نفسية الاطفال دي هما مش متقبلين الوضع على فكرة يعني هي تعزويني طبعا احنا بتستش انا اقول لها وجهة نظر في صراحة هما مش متقبلين الوضع اللي هما عايشين فيه هما بيسمعه عند الاب كلام سلمي وعند الام كلام سلمي كل واحد فيهم بيبني ده على حساب التاني طب هي هتعمل ايه لازم تضبطهم نفسيا لازم تمنع الدخلات لان تتكلم معاهم لو ما قدتش تستعين بحد تستعين بحد احيانا بتكون الام ما عندهاش القدر انها تعمل ده احنا ما بكونش عندي القدر ان انا اوصل للفكة ده واحيانا فيه اطفال بتكذب بتكذب في مشاعها مش كدب العيد يعني انا مش اقولك مشاعش انا خايف انك تزعلي او شايف ان انتش هتعاقبين او الطفل يقول لها طب خلاص انا عايز روحه مع بابا تبقى كارسة تاني اه طبعا فهي الفكة نفسها ان برضو احنا عندنا فكة ان انا امي ايجابية عشانا بتكلم اه هو كده كده انا بتكلم مع كل الناس امزي تاني حاجة ان في الجاية الغطب لو احنا بقى هنتكلم في التعبية الايجابية عندنا مشكلة فضيع ان احنا بنغضب على اطفالنا نتيجة مشاكلنا احنا اه يعني انا النهار ده متضايقة مع زوجي سواء بقى كنا نفسينا امي طبعتين عندي مشكلة مع والدي بيجي ابني مسلا يناديني بصوت عالي او يعمل اي اه امفاجر في وشه مش هطلق انا بقى امفاجر في وشه ودي حقيقة يعني الصورة اللي احنا كنا شفناها هي فانا بتمثل امهات اسنان الغطب اه هي بتمفاجر في وشه الطفل او جاية تعبانة مش شغلة اوش عندها ضغوط نفسية فكل ده بيطلع تجع تندم بقى تجع مينن بقى تجع تعاية او اللي هو طبعا ليه عملت كده اي وفعلا يعني انا دائما اقولي الامهات تخيالي كده ان انتي تبقى بتعملي حاجة وحصل مني الغلطة وجي مديك في الشغل ولا زوجك ولا والدك دكي بالقلب هتحسي بي لازم يعقى العقاب ادامي طب انت شايفة ام يوسف كامل اي خطوات اي واحدة وحدة دلوقتي تبتدي اول حاجة لازم تستعين بحد لا لا استنعنا شوية انا شايفة ان ايها تستعين بحد لان ايها محتاجة اشهد قصير حد متخصص حد متخصص ولازم الاب كمان لو يقدر شارك في ده الانفصال مش نهاية الحية الانفصال مش نهاية الحية اما الامور المادية هيتني خليها عقل عن ولادنا شوية لو انا ابن جبيه وهشاركه فيها شايفة منطقية ما عطش يقوله شايفة ابو ما يوسفش عليك شايفة شايفة ايه ويبدأ الاب بيقوله اصلا ما بصفش ان هي بتهضر الفلوس ونخش بدوامة هو الولد يخش في مشاكل ويخش بمشاكل نفسية احنا بنعرف ولاد بيكونوا كبار ويجنوا تباول لا اذا فجأة تلعصوا انتوا تلاقي الطفل في المداياسة عدائي جدا يعني بعض المداياس جاننا اطفال ما بيعدش يوم لما بيمسك طفل بيضابوا بعنف يضابوا في عينه ويضابوا في أماكن غايبة جدا هو لازم يقزين طب هو ده ناتج ليه بسبب اللي احنا بنشوفه بسبب طيب بيتنا احنا ولادنا حصلتنا ولادنا ناتجتنا طبعا اللي انا بعمله هو اللي انا بشوفه طيب احنا عشان قربنا بالوقت قرب ينته في الوقت الحلوة بتعدي بسرعة او طبعا عايزين كده نصايح بقى سرعة لانده كده زي ما قلنا ده نمط مختلف غير معظم الأمهات ماشيين عليهم فحضراتك بقى تقولي كده واحدة كده حاجات كده اول حاجة لازم نحب ولادنا ولازم نعمل لهم قناعة بالحب ده يعني ايه قناعة بالحب ده ده اهم نقطة يعني لو عيبنا انا ملناها هندوي كثير قوي ان اقنع ابني ان انا محبتي ليه بدون اي الشروط عندي بقناعة كاملة دي اول خطوة ان انا ابدأ احب ابني وتعامل مع ابني تاني حاجة عود ابني على الحواية والمناقشة واسمعه واحترم وجهة نظر وحطي تحت دي ألاف الخطوة مش همثل ان انا احترمت وجهة نظر التمثيل عندنا احنا اساد زفين بقول له لأ صح انت عندك حق باجع في كلمة تاني حاجة قول منطقيا انا قلت على الحاجة دي لأ خلص انا عندما وقفني تما انا مش عاقفة احتمال اقول اه بعد شوية خلص يبقول له سيبني شوية فقط اه او مش دلوقتي ما اقولش حاجة وارجع بالضبط ما هي دي مشكلتنا انت بتقولي اه بعدين بترجعي تقولي لأ لأ لأسباب بسيطة بالنسبة للطفل بسيطة ممكن تقول النسبة لنا احنا جبير والعكس احنا بقول له لأ واجه مثلا حصل اي حاجة بقول له طب خلاص خده وخلاص اه لازم يكون سبتة عندما وقفة تمام لازم يفهم الطفل ان كل فعل وهي عواقب زي منقول كده النفسين احنا الكبار كلنا بنتحمل نتيجة افعلنا ايه صح يبقى انا بالتالي هعلم الطفل نفس المبدأ اللي اعتماد على الزيت حسب سن الطفل بمنطقية اه بمنطقية اي واحدة واحدة اه يعني الحاجات اللي بنشوفها ان الابن بيعمل كل حاجة يبقى في عداجة وشايلة لبيت كله كله في حاجة اسمها منطقية حسب سن الطفل وحسب امكانياته انا ببدأ احمله ده دي حاجات اساسية لو كل الام قدرت تحافظ عليها هتضبك كتير قوي عندها مش هتلجأ كمال لتعديل السلوك لان تعديل السلوك هو بيعد سلوك غلط لكن انا في التابعة الاجابية انا بعلم الطفل ان في عواقب وكل حاجة سواء كانت حلوة وحش ده السؤال انا بعمل فيش عقاب ليه انا عايز عقاب تبدو واحدة واحدة كدنا فيه سواب وعقاب في عواقب ولازم تبقى عارفة الام ان الحدود اللي حطها الابني او العواقب اللي انا هبدأ اعلمها له في الصحة وفي الغلب في الاتنين طفل كل مده همتحنك فيها عشان يشوفك انت غاية اسلوبك ليه فهيبدأ يستفزك لو انت سبت عند مواقبك وعملت اللي انا بقولك عليه ده والام مشت عليش واخر اتنين حياتها كلها تضاير وفيه ناس بقادوا وقابوا التجربة ونقحوا جدا وبقى عندهم علاقة حلوة مع اولادهم نتمنى استاذ المشاهدين يجرموا التجربة دي وكلامك جميل جدا ويا رب ان شاء الله يقدروا يطبقوه وكده نصلح ما بينهم يعني ما بين الاولاد والاب والام لان فعلا زي ما بقولك الجيل داعينا دي جدا فيعني المرة الجاية اتخذي بقى قراء الناس بإذن الله نورتيني جهات كانت حلقة جميلة وملينا بالمعلومات شكرا جدا يا حمي شكرا عزي المشاهدين الى اللقاء في حلقة جديدة شكرا